من الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسلام الآن ننتقل أنه إياكم على مادة الإحصاء والإحتمالات ونحل نموذج تكميلي عشرين واحد وعشرين قيلا شباب أول فرع كضاء دائرة بلد ضاء دائرة بدن حال في أحد الأسواق يباع أربعة أنواع من الخضار كم نوع أربعة ممكن يقول لك إياهم فندور أخيار خص ملفوف إلى أخير بلهمنيش بلهمني عددهم وثلاثة أنواع من الفاكهة أراد أحمد أن يشتري نوعا من الخضار ونوعا من الفاكهة إذا شو تشتري خضار فاكهة تمام الخضار كم نوع قدامي أربعة الفاكهة ثلاث يعني أربعة في ثلاث فيه خيار زيك نعم أنه الخيار إيش با إذن هون لما يعطيني صنفين يريد أن يختار منهم إيش من كل صنف قديش واحد يفكر بما يسمى مبدأ العد العام أوكي فرع عشرين بكم طريقة يمكن تكوين لجنة تضم أربعة أشخاص من بين سبعة طلع يختار قديش أربعة من أصل سبعة هل حدد المهام؟ ركز قال لي بدي مدير عريف أمين سر لا ما حدد مدام ما حدد بدون أي تفكير بدي يكون توافيق سبعة فوق أربعة هل موجود عندي هون سبعة فوق أربعة؟ لا في عندي كم قانون للتوافيق قانونيا تعال نحلو أنه إياكم مع بعض هون جواب نهائي ما بدو طلع سبعة فوق إيش؟ أربعة اللي هو اللام سبعة أربعة على مضروب الأربعة تعال نشوف هل في الخيارات في كلمة لام؟ في لام فرع عشرين؟ لا إذن بالحالة هاي ما بتلزمنا الطريقة هاي القانون الثاني أذكركو فيه نون فوق را يساوي مضروب النون على نون ناقص را مضروب فيه مضروب الرا تمام؟ سؤالنا له عبارة عن سبعة فوق أربعة تمام؟ الآن مضروب السبعة على سبعة ناقص أربعة مضروب فيه مضروب مين؟ الأربعة تمام؟ مضروب السبعة على هو على أغلب يكون يهضي الشكل يهضي الشكل ثلاث مضروب فيه أربعة مضروب يا أما بالضع دائرة هل الشكل موجود أو هذا الشكل تعال نشوف أي خيار موجود واضح أنه الخيار بالنسبة إلى كان دال هذا السؤال رقم 20 1 20 بكم طريقة يمكن اختيار رئيس آه هيبلش حدد مهام رئيس نائب رئيس هاي المهم 1 من بين 9 موظفين علما أن الشخص الواحد لا يشغل أكثر من وظيفة واحدة يعني المدير أو الرئيس ممنوع يكون نائب إيش لنفسه بنحل قلنا إذا حدد بمهام بنحل بطريقتين بنحل مبدأ وبنحل تباديل مبدأ وتباديل المبدأ الرئيس كم خيار قدامه 9 بخسر خيار واحد دنائب رئيس قداش ثمانية اتطلعوا فيه عنده 9 بثمانية فيه عنده 72 لا مش حاله على المبدأ حلوين على التبديل نون عدد الموظفين الكلي تسعة را عدد المهام نين فالهم 9 بثنين فيه نعم وهو الخيار جيم وهذه الفقرة رقم 21 كضاع الدائرة بالنموذج كامل وهي الفقرة 3 بالنسبة للإحصاء طيال الإحصاء سهل بس أهم شيء التمييز وفيه مخططات ذينية موجودة على الكو على البطاقة وموجودة مشروعها كمان كاملة فيديوهات طيال واحد بحاجة لمخططات يتواصل معاي أنا ببعث لهم بإمني الله ما قيمة المقدار لام 6 واحد معلها مضروب السلاح أوكي هاي يساوي لما تكون عندي راب واحد الجواب نون مضروب السلاح كام 6 6 تقسم 6 قديش 1 الخيار 1000 بلشنا حل بمعادلات جميل جدا سريع الإحصاء دراسته نعم أقولك متعبة بس الحل عليه وزاريا سهل جدا إذا كان 4 لام 5 اثنين ناقص مضروب النون يساوي سالب 40 فما قيمة الثابت نون يلا معاي هون إحصاء دوناش حكينا عن الإحصاء يا الله اطلعوا معاي هون تبدي صح في رموز لا عدد حسابات من أجد خلفها اتركها هاي 4 مطلوب منك كم عدد عددين ابدأ في من من 5 انزل 5 في اربعة خمسة بأربعة قديش عشرين عشرين في اربعة تمانين ناقص مضروب النون تساوي سالب كم اربعين حل المعادلة ناقص تمانين ناقص تمانين سالب نون لكل مضروب تساوي سالب 120 تمام على سالب واحد على سالب واحد فمضروب النون يساوي 120 شو بعطيني 120 الان من حول 120 الى رمز المضروب اللي هو مضروب مين الخمسة زينا حكنا احمد حلمي مضروب على مضروب ميرولش احنا مضروب مع مضروب بتروح فانو شو تساوي لنا خمسة وهي الفقرة بتكون ايضا انتهت ودائما اسئلة المعادلات لازم تكون موجودة وبكثرة بالامتحان الوزاري ماشي نشوف شو جواب خمسة نون خمسة في خمسة نعم ألف جميل الآن فقرة رقم 24 فقرة رقم 24 حل المعادلة الاتية لام نون 4 يساوي 6 لام نون 3 هاي بمسميها تباديل تساوي ايش تباديل وفرطوا الأول وفرطوا الثاني ومن حل الوياكو معادلة طيب مطلوب مني كم مقدر هون 4 يتبع سالب أطلوب منee يعني نون 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 عد 1 2 3 4 تساوي 6 من كم مقدار 3 عبده في مين في نون نون ناقص 1 نون ناقص 2 عملية الاختصار عبارة عن قسمة نون مع نون نون ناقص 1 مع نون ناقص 1 نون ناقص 2 مع نون ناقص 2 شو قدر عندي نون ناقص 3 تساوي كم 6 افرض انها في 6 اذا اختفى احد الاطراف ونعملية قسمة فشو تكون الجواب واحد إذن هون زائل ثلاث زائل ثلاث فنوان تتساوي كم تسعة وهي مسألتي بتكون باي باي حبيبي باي باي وهي أحلى هاشتاك مرواء أوكي هاي تساوي أوكي نشوف للسؤال بعد بكم طريقة يمكن اختيار أربع طلاب وثلاث طالبات أعيد مرة ثانية بكم طريقة يمكن اختيار أربع طلاب وثلاث طالبات نختار كم طالبة ثلاثة وكم طالب أربع جماعة مدريد يالخي أتنمر عليك واحد اثنين ثلاث أربع اجماش بس انتوا على عنا وراسنا بكم طريقة يمكن اختيار أربع طلاب وثلاث طالبات لتشكيل لجنة في إحدى الكليات من بين تسع طلاب و ست طالبات قلت لك أعمل البوكسر جميل ومعندي طالب طالبة تمام العدد الكلي للطلاب تسعة العدد الكلي للطالبات ستة اجمعش بكل يوان بكم طريقة يمكن اختيار أربع طلاب و ثلاث طالبات إذا من التسعة شو تختار؟ أربعة شو ده اختار كم طالبة؟ ثلاث هل حددت مهام الطلاب؟ لا هل حددت مهام الطالبات؟ لا إذا من يكون توافيق تسعة فوق أربعة في ستة فوق ثلاث في خيار زي هيك؟ نعم تسعة فوق أربعة وستة فوق ثلاث الخيار كان بالنسبة إنه ألف تقول لك اختيار الأشخاص بختار طالب من طالب طالبة من طالبة معلم من معلم معلمة من معلمة طبيب من طبيب تمام؟ حدد مهام أي صفة بتحله على التبديل ما حدد بتحله على التوافيق هون من يكون أنهينا فقر رقم خمسة وعشرين يا رب قبل شوية تكلمنا عن مين؟ على قانون مين التوافيق؟ طلع سبعة فوق؟ اثنين له كم قانون اثنين؟ لاحظ هون كله في إيش؟ في تبديل تعال نشوف لام سبعة فاصلة مين على مضروف لسبيل هل هذا الخيار موجود؟ قدامي؟ نعم ما هو الخيار إيش؟ جيل انتهت المسألة ليك مسائل لازم تكون حافظ بالتوافيق لكم قانون؟ القانون مين يرضى عليه؟ أنه أنت ما بتضمن مكره وشو الشكل اللازم يجيب لك؟ إياه تمام إذا هاي الفقرة رقم 26 بتكون انتهت نشوف 27 ممكن أنهينا أنهينا إيش؟ مبدأ مضروف تبديل قوافيق حسب ترتيب كتابك على الفصل الأول كضع دائعة إيش بالسؤال؟ السؤال للأمانة كير سهل وفيش فيه لف دوران كتير جنون ناقص واحد لكل مضروف تسوي 24 دايماً خلي رمز المضروف موضع مين؟ القانون في جمع؟ لا طرح؟ لا مضروف لا جوه القوة ستبع المضروف ما بيهمني إذا بنيجي نحول أنا وإياكه على السريع نون ناقص واحد لكل مضروف بنحول 24 إنه رمز المضروف وهي مضروف مين؟ الأربع زي ما حكى عمو أحمد حلمي مضروف مع مضروف ما يرولنش النتيجة نون ناقص واحد تسوي كم؟ أربعة زائد واحد زائد واحد نون تسوي كم؟ خمسة وجابوا سؤالين طلعاً عامتين عالمين على المضروف وهو كان معانا بالنسبة إنه الخيار جيم وفقرة رقم 27 بتكون انتهت خذلك break واستعدلي عما ذلك كل سوائني عشان نغطب إحنا أسئل ابناء ونحل مع بعض فقرة رقم 28 الآن طلابنا حريبنا نكمل ونفوت بجزئية ثانية اللي هو المتغير العشوائي ونظرية ذات الحدي سؤال رقم 28 وإذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي سين معطى بالمجموعة أو جطيمة كافة هم من هذون هاي وهاي 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 اجمحن شو لازم يعطيني؟ لازم يعطيني قديش؟ واحد مجموعة اثنين بالعشرة زائد ثلاثة بالعشرة زائد واحد بالعشرة زائد كافة اثنين شو لازم يعطيني مجموعة؟ واحد خلنا نجهز سؤالنا ونشوف مع بعض أنا وأنتو يلا حتى ما أتوا أنا وياكم هاي اثنين على كم منزل بعد الفاصلة؟ واحد عشر زائد هاي ثلاث كم منزل بعد الفاصلة؟ واحد مع العشرة زائد واحد على عشرة زائد زي مية كاف على اثنين شو مجموحين كلوا؟ واحد الحمد لله رب العالمين هون مقامات موحدة اثنين وثلاثة من ستة خمسة خمسة زائد واحد كم؟ ستة زائد كاف على اثنين تساوي كم؟ واحد هدفي أن يكون كاف موضوع القانون ناقص ستة على عشرة ناقص ستة على كم؟ على عشرة كاف على اثنين تساوي واحد ناقص ستة على كم؟ على عشرة هون اجباري توحيدي هايش؟ مقامات في عشرة في عشرة أوكي شو ده يصير معاي؟ كاف على اثنين تساوي عشرة على عشرة ناقص ستة على عشرة وتساوي أربعة على عشرة هاي كاف على اثنين هون بدنا نستخدم ما يسمى الضرب ايش؟ التباتل اضرب بسي عندك عشرة ضرب كاف تساوي اثنين ضرب كم؟ أربعة يعني عشرة كاف تساوي كم؟ ثمانية على عشرة على عشرة كاف تساوي ثمانية على عشرة يعني ثمانية بالعشرة أنا ما فكرتش انه ثمان بالعشرة تضغط معي ثمانية على كم؟ على عشرة ايشو ببعض عشرة ما في قدامي ثمانية إلا أي خيار؟ الخيار با عشان نطمن هاي كسر هاي ثمانية كم منزل بعد الفاصلة واحدة؟ على عشرة إذن الاختياري صح مية بالمئة يا رب السؤال بعد في تجربة اختيار عشوية طبعا لسه الطلول الفندوقي انت المادة كلها الآن ست مطالب فيها كان زمان درس اسمه الإعلامة المعاييرية محذوب لكن رجعوا لكوا يا سنها في تجربة اختيار عشوائي لعائلة داية كم طفل؟ ثلاثة أطفال وتسجيل المواليد حسب الجنس وتسلسل ولادة إذا دل المتغير عشوائي سيناء على عدد الأطفال الذكور في العائلة فما قيمة لهم سين سلسل ممكن نحل الطريقة طويلة جدا انطلع أوميغا ونحسب قيم سيناء الممكنة وانطلع الاحتمالات طويل السؤال بعثرة الأطفال نون تمثل عدد الأطفال ألف دائماً ثابت في الولد النظر ولد أو بنت دائماً نص واحد نقص يمكن نثرة الأطفال لأطفال نون يمثل عدد الأطفال ألف دائماً نص طب النقد نفس المبدأ نون عدد القطاع النقدية أو عدد مرات رمي قطة النقد الألف دائماً نس أوكي بانيشف مع بعض شب معي احنا جهزنا نعم خلق امسحها شوي استاذ قلنا في تجربة ايش تسجيل جنس طفل لعائلة لديها كم طفل ثلاثة أطفال في تجربة تسجيل جنس طفل لعائلة لديها كم طفل ثلاثة أطفال بغض النظر طولات أو بنات قلت لك انت لحالك واحد ناقص ألف ثبت المقام واحد زائد كم واحد زائد كم بعطين اثنين واحد مطلوب مني لامسين يساوي كم سفر القانون نون فوق راء نون قلت لك ثلاث فوق سفر ألف نص قوة سفر واحد ناقص ألف قوة نون ناقص راح هاي ملاحظة واحد وهاي ملاحظة واحد وهاي عندي نص قوة كم ثلاث فتصفي معاي نص قوة ثلاث هذا الخيار مش موجود بصورة هاي واحد تكعيب واحد لين تكعيب كم تمانية انتهت المسألة تمام هيك بالنسبة إنا حلينا هاي الفقرة رقم تسعة وعشرين ونشوف مع بعض أي خيار واحد اثنين الخيار دا نشوف الآن فقرة ثلاثين إذا كان المتوسط الحسابي لأعمار مجموعة مكوّلة أسف نعم مرة ثانية إذا كان المتوسط الحسابي لأعمار مجموعة من الأشخاص أربعة وأربعين سنة إذن شو المتوسط الحسابي أربعة وأربعين شكراًا ضيعت أربعة وأربعين والانحراف المعياري كم؟ خمسة فما العمر الذي ينحرف انحرافين معياريين تحت الم آه لأبي يقولي تحت المتوسط أو فوق المتوسط سلمك زين سين عد مرة ثانية فوق المتوسط أو تحت المتوسط سلمك زين سين وأن الذي فما العمر الذي ينحرف كم انحراف اثنين تحت يعني سالب إذن زين سين شو بتتسوينا؟ سالب اثنين إذن ينحرف إنحرافاً إنحرافين ثلاثة أربعة خمسة سلمك زين سين فوق تكون موجب تحشها تكون سالب السؤال خلينا نفتفه وليحل ألو إياكم مع بعض الآن ليش هون سالب اتفقنا هون سالب لأنه ينحرف كم إنحراف إنحرافين تحت المتوسط القانون زين سين تساوي سين بناقص سين بار على إيش على عين تساوي هون طالب مني أوجد قيمة سين العمر الذي ينحرف تمام زين سين سالب اتنين سين بدي إياها والمتوسط أربعة واربعين والنحراف قديش خمسة ضرب تبادلي سالب اتنين في خمسة تساوي واحد ضرب ابتعقوه سين ناقص أربعة واربعين سالب عشرة تساوي سين ناقص أربعة واربعين زائد أربعة واربعين زائد كم أربعة واربعين فسين تساوي ثلاث ضيعت أنا صح أنا ضيعت هذا السؤال أربعة وثلاثين إذن الجواب شو ديكون معاي ديكون أربعة وثلاثين تعالي نشوف أي خيار يا حلوين يلا أربعة وثلاثين الخيار كان معنا ألف إن شاء الله طبعا بعد مشيئة رب العالمين كنت تبدع معاي بإذن الله أنا بكون مسؤول عن علامتك وهذا تحدي كل طالب درس مع السابق خالد من الصفر وبلش معاي مش على تعليماتي أنا بقولك أخر السنة بإذن الله فالك العلامة العالية والعلامة الكاملة زي بقلت لك اطرك الرياضيات علي ومشي زي ما بدي وخلي الباقي على رب العالمين أبدا أنا مسؤول عن علامتك أخر السنة طيب نشوف السؤال بعده رقم واحد ثلاثين إذا كان المتوسط الحسابي لعلامات اللغة العربية ستين والانعراف المعياري كام خمسة فما القيمة أو فما العلامة المعيارية للعلامة ثمانية وخمسة حسنا ما نقرأ هاي بالبداية زين إيش سين شو تقرأ العلامة المعيارية للعلامة سين شو تقرأ العلامة المعيارية للعلامة ثمانية وخمسة فما قيمة العلامة المعيارية للعلامة ثمانية وخمسة يعني بدو زين ثمانية وخمسة إذن الثمانية وخمسة شو بتمثل؟ بتمثل سين الثمانية وخمسة شو بتمثل؟ بتمثل سين تمام يلا كل أمور تمام نكتب القانون زين سين تساون سين ناقص سين بار على إيش؟ على عين هو شو بده؟ بده زين الثمانية وخمسين سين عندي قديش؟ ثمانية وخمسين الانحراف ستين أسف المتوسط ستين والانحراف قديش عندي؟ خمسة الوسائل بالاثنين على كم؟ على خمسة اطلع هاي الخيارات موجودة أو لا؟ الخيار خلنا نشوف سالبتين على خمسة في سالبتين على خمسة نهائيا طيب قد دامي طريقتين خلنا على الماكد طريقتين نجعل هاي نجعل هاي خمسة بتاعت نحاول نحاول المقام إما عشرة أو مين أو ألف هون شو الرقم؟ خمسة 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 في كم؟ ها خمسة في كم؟ بعطيك عشرة في اثنين إذا أضرب اثنين في اثنين وهاي سالب أربع على كم؟ على عشرة تمام؟ تعال نشوف ما عندي سالب أربع على عشرة؟ طب الأستاذ أنا مش عارف هاي طلع هاي برا وهاي برا لأن الموجبات احنا وقف له بين السالبات مش عارف أنا مش عارف تعال نحاول هاي هاي سالب أربع على وهاي سالب أربع على هون كم رقم على اليمين؟ رقمين صح؟ يعني على مين هون كم رقم؟ واحد على عشرة سألنا شو جواب؟ ده طب يا أستاذ طب أنا ما عملت زيك في السؤال الماضي مثلا أنا ما عملت زيك في السؤال الماضي ماشي تعال نمسك الرقمي شايفين هاي؟ هاي سالب أربع على مية هاي سالب أربع على مية وسالب أربع على عشرة أوكي مش عارف أني وما قد تبال أني يحول المقام إلى عشرة أو مية أو ألف أوكي انسى السالب هاي زوجي على اثنين اثنين على اثنين خمسة برضو تتقسم على اثنين فيها واحد على اثنين قديش فيها؟ خمسة وعشين هل هاي تشبه سالب اثنين على خمسة؟ لا إذن هذا الخير غلط تعال نشوف الثاني هاي سالب على اثنين فيها اثنين على اثنين فيها كم؟ خمسة آه هاي نفس المقينية إذن يكون الجواب سالب أربع على عشرة وإحلى هاشتاك باسل زائد إبراهيم اثنين عارفين بعضهم اوكي باسل اوكي إبراهيم هاي المسألة ما نقولها باي باي حبيبي باي باي مش معايا بيل جاي مادة مسيطة واسيطة وواحدة عظيم بسيطة كثير مكشوفة وكثير سهلة نستعد؟ السؤال بعده حاول انت حل حالك لشوف انا وياكو كيف ممكن انحل باقي الاسئلة تلان يا قبات نكمل انا وانت مادة الاحصاء بس انا حاق اوكز اسئلة اقدم اسئلة على اسئلة يعني بده حل ثلاثة وثلاثين بعدين ارجع احل كمان سؤالا ارجع رمينا ثلاثين وثلاثين وقل لي معتمدا على الشكل المجاور الذي يمثل العغاقة بين المتغيرين سين وصال ما القيمة التقديرية لمعامل ارتباط بين سين وصال اوكي طلع هاي رسمينا صح امسك اليمين من هون ومدتوا على استقامته اذا طلع فوق محور السينات سيكون موجود نزل تحت محور السينات سيكون سالب مثلا طلع هاي وهاي انا خربيش مد من هون وام تنزل تحت محور السينات هاي تكون رواسالي هون هاي لما خدمها من اليمين ومدناها على استقامتها وانطلعت طلعت فوق محور السينات فبتتكون رائش جبال موجود تعال نلقي خيارات هاي برا تمام وهااي برا ضلينا بين مين ومين بين بام و جين هاي مين اقوى هاي اقوى من هاي هاي لما تكون 15 بالمية يعني بتكون النقاط تقريبا زي بتشبه نوعا ما فيه نقاط كتير برا الخط فبتكون الاقرب اي خيار الخيار جيم لانه لابدتكون هاي اضعط لابدتكون بسراحة يعني فيه نقاط كتير هون 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 كتير نقاط انتشار لابدتكون الخيار الاقرب هو ايش جيم هو نحاول استثناء خيارات عشان توصل للخيار لانت بالذكير خلينا في بموام لارتبار